من خلال هذا الحراك الذي حصل في فرنسا أعتقد أن الصحافة البريطانية أشارت إلى وجود حسابات على الإعلام الاجتماعي مصدرها روسيا وهو بما يعني أن هناك اتهامات طبعا الأجهزة الفرنسية حتى الآن تحقق لكنها لم تحسم هذا الموضوع وهذا اتهام آخر لروسيا بالتدخل في شؤون الأوروبيين بعد أن تم الاتهام والتحقيق حاليا الجاري في الولايات المتحدة لأنها تدخلت في شأن الولايات المتحدة وخصصا في موضوع الانتخابات الرئاسية نستضيف دكتور هاني شادي المحادي السياسي من موسكو ونضم إلينا دكتور هاني أهلا بك التقارير تحدثت عن وجود هذه الحسابات هل هناك تأكيد أو عدم قيمة؟ ما صحض ذلك برأيك؟ نعم الكريم للنافة تماما هذه الاتهامات ووصفها بأنها محضة افتراء وأكد أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة بما في ذلك فرنسا ولكن من غير المستبع؟ بالطبع يقوم أفراد من دولة ما من روسيا أو غير روسيا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج الوضع ولكن في نهاية المطاف هذا حراك داخلي فرنسي داخلي له أسبابه كما أشارة الاجتماعية والاقتصادية ومن غير المستبع أن تستخدمه بعض الدول ولكن لابد أن ننتظر في موضوع هذه الاتهامات ونرى التحقيقات التي بدأتها فرنسا في هذا الموضوع لكن في موضوع التدخل طبعا الاتهامات لا تقف عند حدود تدخل روسيا في انتخابات وفي حتى الاستفتاء البريطاني حول الخروج من الاتحاد الأوروبي كان هناك اتهام روسي في هذا المجال أليست روسيا لديها مصلحة في إضعاف هذا الاتحاد الأوروبي من خلال التفصيل الفرنسي هذه المرة؟ لا بالطبع أعتقد أن هذا الحراك داخلي لأسباب داخلية بحثة اقتصادية واجتماعية معروفة داخل المجتمع الفرنسي نتيجة للتفاوت الاجتماعي الكبير وزيادات الأسعار وزيادات الضرائب ومحابات الأثرياء وإلى آخره فهو له أسباب داخلية بحثة برأيي أما موضوع التدخلات الخريجية فهذا وارد أن تحاول بعض الدول استغلال هذا الحراك ولكن برأيي الشخصي هو لأسباب داخلية بحثة اقتماعية واقتصادية وسياسية أيضا دكتور هاني أعيدت سؤال نوعا ما هناك اتهامات لليمين المتطرف بأنه مستفيد من هذه الحركة وطبعا نعرف أن كل أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا لهم علاقات حميمة مع رئيس بوتين كيف تفسر ذلك؟ أعتقد أن هناك مبلغات فيما تردد في بعض وسائل الإعلام العالمية بأن اليمين المتطرف هو الذي يسيطر على حركة السطرات السفر أعتقد أن هذه الحركة يشارك فيها أو الذي قام به تحديدا هم مواطنون فرنسيون يشعرون بالغبن وبالتفاوت الاجتماعي الكبير جاءوا من خارج باريس من القرى ومن المدن للاحتجاج والمطالبات ومطالبات يمكن بالفعل أن تكون لها أسبابها الداخلية داخل فرنسا اليمين المتطرف بالطبع يحاول أن يظهر فيه الواجهة كما أيضا حركات اليسار تحاول الظهور والمشاركة ولكن هذه الحركة برأيي ليست يمينية متطرفة كما تدعي بعض وسائل الإعلام وكما تدعي وسائل الإعلام التابعة للحكومة الفرنسية وبشكل عام برأيي أن اليمين المتطرف لن يستطيع السيطرة بشكل كامل على أوروبا على الأقل في المستقبل ربما في الوقت الحالي يظهر ذلك ولكن في المستقبل لا أعتقد أن هذا اليمين المتطرف سوف يسيطر على أوروبا